والآن إلى جولة محلية على أبرز الأنشطة والفعليات التي شهدتها بعض المحافظات وصل في ساعة متأخرة فجر اليوم إلى مستشفى معاني الحكومي 22 مصاباً من المعتمرين الأردنيين جراء حادث السير الذي حصل معهم في الأراضي السعودية قبل حوالي ثلاثة أيام وتم نقل المعتمرين المصابين إلى مستشفى معان بسيارات إسعاف وزارة الصحة بعد أن نقلتهم سيارات الهلال الأحمر من تبوك إلى حدود المدورة كانت هناك بعض حالات مختلفة إصابات مختلفة تم تقييم الحالات وتصنيفها منها ما تم تحويله إلى مستشفى الطفيل العسكري منها ما تم تحويله إلى مدينة الحسين الطبية ومنها ما تم تحويله إلى مستشفى البشير وباقي الحالات موجودة عندنا في المستشفى لتلقي العلاج افتتحت في محافظة إربد فعاليات المؤتمر الدولي الأردني الرابع للترجمة الذي بدأ أعماله في جامعة اليارموك وزير الثقافة نبيه شقم كشف عن توجه الوزارة لإطلاق مشروع ترجمة الأدب الأردني إلى اللغات العالمية الذي سيكون فاتحة لمشاريع أخرى في هذا الإطار سعيد بالمشاركة في هذا المؤتمر التي تشرف عليه أيضاً كالعادة جماعية المترجمين الأردنيين ومن الأنشطة المهمة جداً أيضاً لتعزيز حركة الترجمة في الأردن وأيضاً للاستماع إلى مجموعة من الدارسين المختصين بأمور الترجمة حول جوانب معينة من هذه العملية الضرورية جداً جداً أيضاً للتثاقف ولتمازج الحضارات في أنحاء العالم انطلقت في محافظة إربد فعاليات المؤتمر الطبي السادس الذي نظمته نقابة الأطباء فرع إربد بالتعاون مع كليتي الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة اليارموك هذا المؤتمر هو مؤتمر سنوي ينعقد في كل عام يحتوي هذا المؤتمر على مجموعة كبيرة جداً من الأوراق العلمية ما يقارب تقريباً حوالي 246 ورقة علمية إضافة إلى 18 محاضرة يقدمها كبار زبلان الأطباء المعروفين ليس فقط على مستوى الأردن وإنما على مستوى الوطن العربي والعالمي هذا المؤتمر يضيف الكثير لأطبائنا وذلك لمواكبة ما هو جديد في جميع التخصصات الطبية جميع الأبحاث الطبية فسوف يعقد فيه الكثير من المحاضرات المتميزة والمتنوعة التي تتطرق إلى جميع التخصصات الطبية ترجمة نانسي قنقر